بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبائي طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس التربية الإسلامية نحن اليوم نصل إلى درسنا الذي هو بعنوان أدب الاستئذان ونحن الآن في الجزء الأول هيا بنا لنبدأ درسنا لهذا اليوم إذن وكما نعرف يا أحبائي فأن التربية الإسلامية تتكون من ست مجالات القرآن الكريم والحديث الشريف والعقيدة الإسلامية والفقه الإسلامي والسيرة النبوية والآداب الإسلامية إذن نحن الآن وصلنا إلى المجال السادس وهو مجال الآداب والأخلاق الإسلامية في درسنا أدب الاستئذان إذن أحبائي إلى أهداف درسنا لليوم ولدينا هدف وحيد فقط وهو أن يعرف الطالب أدب الاستئذان إذن اليوم سنتعرف على مفهوم أدب الاستئذان هل أنتم مستعدون يا أحبائي؟ أحسنتم هيا بنا ننطلق إلى التهيئة ونتأمل الصورتين التاليتين معا نلاحظ أحبائي الصورة في الأعلى حيث أنها تحتوي على شابان الأول قام بالاستئذان قبل الدخول قائلا السلام عليكم هل أدخل؟ فرد عليه الشاب الثاني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أهلا بك أما الصورة الثانية فنلاحظ أن الشاب قد دخل إلى البيت قائلا أين أهل البيت؟ وهنا بعد أن لاحظنا الصورتين يجب أن نفكر سويا ما الفارق بينهما نذهب الآن إلى السؤال حيا يا أحبائي ساعدوني بالإجابة عن هذا السؤال ماذا تفهم من هاتين الصورتين؟ وما تعليقك عليهم؟ إذن ماذا نفهم من الصورة الأولى التي رأيناها؟ هل أعجبتكم تلك الصورة؟ جميل لقد أعجبتكم أيجال لأنه استأذن قبل الدخول أحسنتم بارك الله فيكم والصورة الثانية هل أعجبتكم أيضا؟ رائع إذن لم تعجبكم لأنه لم يستأذن قبل الدخول إلى الدخول البيت أحسنتم الآن ما هو تعليقكم على هاتين الصورتين؟ نعم رائع وجوب الالتزام باتباع الأداب الإسلامية وأهمها أدب الاستئذان إذا بيجب علينا أن نلتزم باتباع ما أمرنا به الإسلام والالتزام بأدب الاستئذان بارك الله فيكم على هذه الإجابات الرائعة الرجاء تدوين هذه الإجابات في كتابنا المدرسي بشكل نظيف ومرتب وواضح إذن أحبائي قبل البدء بدرسنا مفهوم الاستئذان والتعرف على مفهوم الاستئذان دعونا أولا نتعرف على الأداب الإسلامية ما هي الأداب الإسلامية يا أحبائي؟ دائما ما نسمع يجب علينا أن نتحلى ونتصف بالآداب الإسلامية لكن ما تعرفوا الآداب الإسلامية؟ هيا بنا لنتعرف على معنى الآداب الإسلامية الآداب الإسلامية يا أحبائي هي تصرفات وسلوكيات لكن ما صفت هذه التصرفات والسلوكيات؟ هل هي قبيحة أم حميدة؟ جيدة أم ثيئة؟ نعم من يساعدني بالإجابة؟ أحسنتم إذن هي تصرفات وسلوكيات حميدة جميل دعا إليها من الذي دعا إليها؟ أحسنتم الإسلام ديننا الإسلامي هو الذي دعا إليها تؤدي إلى ماذا؟ إلى ما تؤدي هذه السلوكيات والتصرفات الحميدة؟ أحسنتم تؤدي إلى احترام النفس وإلى احترام الآخرين إذن الأداب الإسلامية يا أحبائي هي تصرفات وسلوكيات وأفعال حميدة دعا إليها ديننا الإسلامي تؤدي إلى احترام النفس وإلى احترام الآخرين أحسنتم ونبدأ أولا باحترامنا لأنفسنا ونحترم بعد ذلك الآخرين فيصبح المجتمع بكامله يسوده الاحترام بارك الله فيكم يا أحبائي إذن أحبائي بعد أن تعرفنا على المفهوم العام للأداب الإسلامية نقوم الآن بمطابقة الصورة مع الأداب الذي ينتمي إليها نشاهد في يمين الشاشة في الأعلى صورة لباب المسجد وفي الأسفل من نفس الجهة صورة لشخص يعاني من الزكام والعطاس وفي الجهة المقابلة أعلى الصورة نشاهد صورة لمطار الدوحة الدولي وفي الأسفل صورة لمجموعة من الأطعمة المختلفة نبدأ الآن مع الأدب الأول وهو أدب الطعام إلى أي صورة ينتمي أدب الطعام؟ أحسنتم إلى مجموعة من الأطعمة وأدب السفر؟ بارك الله فيكم أيضاً وأدب دخول المسجد؟ أحسنتم وأدب العطاس؟ جميل جداً وهنا ألفت انتباهكم أحبتي لأن هناك الكثير من الجوانب اليومية التي فيها آداب ودع الإسلام إلى التحلي بهذه الآداب ننطلق الآن لنتعرف على بعض النقاط الأساسية لهذه الآداب إذن أحبائي عن هذه الآداب الإسلامية التي تعرفنا إليها كيف نطبق هذه الآداب الإسلامية في حياتنا اليومية؟ دعونا نتعرف عن طرق لتطبيق هذه الآداب الإسلامية في حياتنا اليومية أولا أدب دخول المسجد من يعطيني فكرة عن كيفية تطبيق هذه الأدب في المسجد؟ نعم أحسنتم الحرص على نظافة المسجد لأنه مكان طهار ومكان عبادة فكيف أعبد الله تعالى في مكان غير نظيف؟ وأيضا أحسنتم عدم تناول الطعام والشراب داخل المسجد حفاظا على نظافة المسجد ولأنه مكان للعبادة أما عن أدب العطاس فمن يعطيني فكرة عن كيفية تطبيق أدب العطاس في حياتنا اليومية ونحن الآن نعاني من جائحة؟ نعم أحسنتم يستحب أن يحمد الله تعالى إذن دائما نحمد الله تعالى في كل أوقاتنا ولكن يستحب أن نحمد الله تعالى بعد أن نعطس وأيضا جميل جدا خفض الصوت أثناء العطاس يجب أن نخفض صوتنا أثناء العطاس فلا نؤذي الآخرين بصوت عطاسنا العالي وأيضا يجب أن نحافظ على نظافتنا أثناء العطاس ويجب أن نضع شيء ما على فمنا وأنفنا حتى لا ننشر الرذاذ في أرجاء المكان أحسنتم بارك الله فيكم يا أحبائي ننتقل الآن إلى أيضا بعض الأداب الإسلامية وكيفية تطبيقها في حياتنا اليومية نصل أحبائي الآن إلى أداب الطعام وهناك مجموعة من الأداب الإسلامية الرائعة التي أمرنا الإسلام بالارتزام بها أثناء تناول الطعام من يذكرني بأول هذه الآداب؟ أحسنتم قول بسم الله الرحمن الرحيم قبل البدء بتناول الطعام وأيضا أحسنتم يستحب الأكل باليد اليمنى إذن من أهم آداب تناول الطعام قول بسم الله الرحمن الرحيم قبل البدء ويستحب الأكل باليد اليمنى كما يستحب أن نأكل من أمامنا ونأكل مما يلينا بارك الله فيكم معلمتي هل هناك أدب للسفر؟ نعم يا أحبتي هناك أدب للسفر يجب على المسافر أن يلتزم ببعض الآداب الإسلامية دعوني أعرفكم عليها يستحب أولا يا أحبائي للمسافر أن يودع أهله وهو سنة للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يودع أهله قبل أن يسافر كما يستحب للمسافر أن يدعو الله تعالى أثناء سفره المسلم دوما يدعو الله تعالى لكن المسافر يستحب له أن يدعو الله تعالى أن يصل إلى وجهته سالما وأن يعود إلى أهله سالما وغانما إذن بارك الله فيكم يا أحبائي أدعوكم دوما إلى تطبيق هذه الآداب الإسلامية في حياتكم اليومية نصل الآن يا أحبائي إلى هذا الغلق البناء اللطيف يقول السؤال أذكر آدابا أخرى تعرفها مستعينا بالحروف المباثرة لدينا هنا يا أحبائي ثلاث أشكال هرمية تحتوي على أحرف مباثرة نحتاج أن نرتبها لنصل إلى الأدب المناسب الأدب الأول لاحظوا الأحرف الموجودة عندي من يساعدني بترتيبها؟ نعم أحسنتم أدب السلام بارك الله فيكم ننظر الآن إلى الشكل الهرمي الثاني ما هو هذا الأدب؟ نعم من يساعدني به؟ جميل جدا أدب الخروج بارك الله فيكم نذهب الآن إلى الشكل الهرمي الثالث انظروا إليه من يساعدني بترتيب هذه الأحرف؟ بارك الله فيكم وهو أدب الكلام وهو أدب مهم جدا يا أصدقائي لماذا أدب الكلام مهم جدا؟ من يعينني على هذه الإجابة؟ نعم أحسنتم لأنه في الكلام نعبر عن أنفسنا فيجب أن نراعي الآخرين وأن نعبر عن أنفسنا بشكل صحيح وليس خاطئ وأن نراعي مشاعر الآخرين وأن لا نؤذي الآخرين بكلامنا وأن لا نستهزئ بالآخرين وأن نحترم الكبير ونعطف على الصغير ولا نقلل من مقدار أي أحد بارك الله فيكم يجب علينا مراعاة هذا الأدب بشكل جميل إذن نصل أحبائي الآن إلى الهدف الأول وهو أن يعرف الطالب أدب الاستئذان دعونا نبدأ مع مفهوم الاستئذان أحبائي قبل التعرف على مفهوم الاستئذان والتوسع في هذا المفهوم يجب أولا أن نستمع لهذا المثال اللطيف جدا عن نبينا عليه أبطال الصلاة والسلام حتى نتعرف على كيفية تطبيق أدب الاستئذان وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يحض دوما على الاستئذان وكيف علم الناس في زمانه أن يستأذنوا قبل الدخول على أحد إذن لنستمع معا إلى هذا المثال اللطيف من السنة النبوية عن أدب الاستئذان نقف هنا على إضاءة بسيطة استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال طبعا الرجل هو الذي قال فقال أألج أي أأدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل فأدين له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل من خلال هذه الإضاءة يا أحبائي نتعلم المفهوم العام للاستئذان دعونا نصل إلى المعنى الحقيقي لمعنى الاستئذان مفهوم الاستئذان هو الإذن طلب في المستئذن إلى مكان لا يملكه الدخول أحسنتم إذا هذا مفهوم خاطئ عن الاستئذان مفهوم الاستئذان هو طلب الإذن في الدخول إلى مكان لا يملكه المستئذن هل هذا مفهوم صحيح للاستئذان؟ بارك الله فيكم إذن الاستئذان هو أن أطلب الإذن في الدخول إلى مكان لا أملكه فإذا أردت الدخول على أمي أطلب الإذن قبل الدخول عليها وإذا أردت الدخول على أخي أو أختي فأطلب منهم الإذن قبل الدخول إلى غرفهم أما إذا أردت الدخول إلى غرفتي فلا أحتاج أن أأخذ إذن لأن هذا المكان يخصني أنا بارك الله فيكم إذن نعيد معاً سوياً مفهوم الاستئذان هيا ساعدوني في الإجابة مفهوم الاستئذان هو طلب أحسنتم الإذن في الدخول إلى مكان لا يملكه أحسنتم لا يملكه المستئذين إذن هو طلب الدخول أو طلب الإذن في الدخول إلى مكان لا يملكه المستئذين نذهبوا يا أحبائي إلى الغلق البناء اللطيف في الصفحة الثامنة والستون والسؤال الأول في التقويت يقول السؤال وضح مفهوم الاستئذان نعم من يوضح لي مفهوم الاستئذان؟ أحسنتم بارك الله فيكم هو طلب الإذن في الدخول إلى مكان لا يملكه المستئذين ندوني أحبائي هذه الإجابة في كتابنا المدرسي بشكل نطيف ومرتب نصل الآن يا أحبائي إلى القيمة التربوية من درسنا لهذا اليوم وجميع دروس التربية الإسلامية مليئة بالقيمة التربوية لأنها من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أحب جداً هذه الفقرة ما هي القيمة التربوية من أدب الاستئذان؟ جميل جداً إذن الإسلام دين يحافظ على خصوصيات المسلم وهنا يا أحبائي يجب علينا دوماً أن نحافظ على خصوصيات الآخرين فلا نتعدى على خصوصياتهم ولا ندخل عليهم دون استئذان وهذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم إذن الإسلام دين يحافظ على خصوصيات المسلم بارك الله فيكم إذن يا أحبائي تعلمنا في درسنا لهذا اليوم مجموعة من الأشياء هي بنا لنستعيدها سوياً تعلمنا أولاً أن الإسلام قد حثنا على الالتزام بالأداب الإسلامية وتعلمنا ثانياً أن الأداب الإسلامية هي سلوكيات وأفعال وتصرفات حميدة دعا إليها الإسلام تؤدي إلى احترام النفس وإلى احترام الآخرين وتعلمنا ثالثاً مجموعة من الأداب الإسلامية منها أدب السفر، أدب الطعام، أدب الكلام، أدب العطاس، أدب الدخول إلى المسجد وآداب أخرى وغيرها الكثير من الأداب تعلمنا رابعاً أن أدب الاستئذان هو طلب الإذن في الدخول إلى مكان لا يملكه المستئذن بارك الله فيكم يا أحبائي نصل الآن إلى نهاية الجزء الأول من درسنا لليوم أدب الاستئذان أحبائي نلقاكم على خير في الجزء الثاني احرصوا على متابعتنا واحرصوا دوماً على حل الواجب في التيمز أشكر لكم حسن استماعكم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر